السلام مراما لحليكم فيديو على أنواع دي لاتخوت عيناتش والقادش يفعل الكبير منكم اليوم في هذا الفيديو هنهضر لكم على القانون الجديد ليفطور الإنجاز ولي كيمنع الدخوة عيناتش إليك تخيك دونك الدالي شن هو القانون الجديد وعليش كيمنع الدخوة عيناتش وشن هو الحل المناسب وشكل اعطاء هاد القرار هادش كامل اللي أنا عرفه في هذا الفيديو مؤخراً ومراما بانوا بزاف دي لاتخوة عيناتش المغرب بدك يحاول أن يخلق مجموعة من القوانين واللي كلهم عندهم هدف واحد هو تقنية أو مواجهة هاد تخوة عيناتش علش المغرب بمناها هاد تخوة عيناتش المغرب بمشي منعهم ولكن يضع بعض القوانين ولي منهم يلزم اي واحد عنده تخوة عيناتش يكون عنده asyrance ويذي الكاسك في حلقة عالم ماضا حتى الهنا كل شي بيين ولكن المشكلة هو الشركة دي لازا سيرانس حتى واحدة ما قبل تأمن هاد تخوة عيناتش خطينات هو قانون كيف مادة 65 وكيمنع حتى الازجاجة فوق دارك المهم عموما القرار دي للدولة باش تساعد خطينات باش يكون عنده تأمين ضائل جدا وهاتشك ينطابق حتى علي للخطينات اللي عنده مروايدة وحده شنهو الحل المناسب الحل المناسب هو الدولة تطبق بعض القوانين اللي يسمحوا لهات خطينات بالاستعمال حينش كين في الدول المتقدمة وكيستعنوهم بالمزيان وكيف كنشوفو ساعلين وما عنده مش تكاليف كبار وممكن يتشزو في حاشي كارتابل يعني إلي كان القانون المغربي فعلا كيف يفكر في مصلاحة المواطن فرخصوه دي الحل هات القادية أما إلا كان همو الواحد هو البيع أو استيلاك المحروقات فاديك الساعة هادر أخرى المهم الداري حاويش منطوش عليكم تقدروا تقولوا لي شنو بليكم فات القانون وتخلوا لي رأي ديالكم تعاليق ودونك الدريري كان معكم شكرا يدار شكرا